أعزائي وأحبائي تقبل الله أعمالكم وطاعاتكم في هذا الشهر الفضيل الذي فتح الله تعالى فيه أبواب كل شيء على خلقه أبواب رحمته أبواب مغفرته أبواب استجابة الدعاء أبواب التقرب إليه أبواب العودة إليه أبواب الأوبة إليه أبواب الندم أبواب الحب في هذه الأيام الفضيلة العظيمة لا تنسوا أمواتكم لا تنسوا الناس الذين رحلوا عن هذه الدنيا هم بأمس الحاجة لدعائكم لصدقاتكم لذكركم لهم إن شاء الله تعالى في حديثنا عن الموضوع الذي بدأناه وهو خطورة ومصيبة الأفلام الإباحية وما دونها يعني ليس فقط الأفلام الإباحية أو المقاطع الإباحية هي المقصودة في كلامنا وإنما أيضا كل المشاهد التي فيها تعري والتي فيها ابتذال لإنسانية الإنسان ولجسد الإنسان ولقيمة الإنسان كل ما من شأنه أن يكون ابتذالا لجسد الإنسان هو يعني يندرج تحت عنواننا وتحت موضوعنا فغض البصر بكل الأحوال أمر مطلوب أمر واجب يحرم على الإنسان أن ينظر إلى ما لم يحرم الله ما حرمه الله تعالى عليه فالله تعالى جعل السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة الله عز وجل سوف يسألنا عن ما نرى وما نسمع وما يعني نحب وما نكره أيضا فاليوم إن شاء الله سوف نتحدث عن العلاج كيف يمكننا أن نعالج هذه المصيبة وهذه المشكلة لحظات فقط كيف يمكننا أن نعالج هذه المشكلة كيف يمكننا أن نعالج هذه المصيبة التي تحل بالإنسان قلنا أن الخطوة الأولى في العلاج هي في العلاقة مع الله عز وجل هي في العلاقة مع اليوم الآخر في الواقع مسألة الإيمان ووصفنا بأننا مؤمنين هي مسألة معقدة قليلا ليس من السهل أن نصف أنفسنا بأننا مؤمنين وأعمالنا مخالفة لهذا الفرض يعني إذا قلت لكم أن خلف هذا الباب يوجد قناص سوف يوجد قناص سوف يعني يصيبك في مقتل لمجرد فتحك الباب في اللحظة التي تفتح فيها الباب سوف يصيبك هذا القناص في مقتل فما رأينا منك إلا أنك نهضت واتجهت إلى هذا الباب وفتحته وبالفعل أصابك هذا القناص فإذا هناك احتمالان لهذا الإنسان إما أنه إنسان غبي لا عقل له حتى يذهب إلى الموت بنفسه أو أنه لم يصدقك لم يصدق ما قلته يعني هو لم يصدق أن هناك قناص وإلا لو صدق حقيقة لم يتجرأ على فتح الباب كذلك الإنسان عندما يؤمن بالله تعالى ويؤمن باليوم الآخر ومع ذلك يقوم بأفعال وسلوكيات وأقوال تؤدي به إلى النار إلى ما حذره الله تعالى منه يا الله في القرآن الكريم في طول القرآن وعرضه يحذرنا من النار والعقاب والعذاب وإلى آخره فلو أن الإنسان آمن حقيقة بأن هناك يوم سوف يقف فيه بين يدي الله تعالى ويحاسبه الله تعالى على كلماته ونظراته وأسمعه وفؤاده وحركاته وسلوكه وعمله وكل شيء لما تجرأ قطعا على أن يعصي الله أن يتجه بقدميه إلى النار وإلى العقاب وإلى العذاب لذلك مفهوم الإيمان هنا عندما يتعزز عندما يكون لدينا موقف ثابت قوي حاسم من مسألة العلاقة مع الله من مسألة كل هذا المفهوم يعني مفهوم الإيمان بوجود الله والإيمان بالأنبياء والرسل والقرآن واليوم الآخر إذا كان الإنسان قد اتخذ قرارا حاسما بأن هذا هو القرار الصائب وبأن الله موجود وبأن عفوا الحساب موجود فلابد أن ينعكس ذلك على سلوكه لابد أن ينعكس ذلك على أقواله على أفعاله على أخلاقه على صدقه على أمانته على حفظه لنظره ولبطنه ولفرجه ولكل ما من شأنه أن يؤدي إلى معصية الله وإلى إخضاب الله تعالى لذلك إذن العلاج أولا هو في العقيدة هو في العلاقة مع الله هو في الفهم الحقيقي للدين وليس الفهم الطقوسي أو فقط الاتجاه العبادي في الدين والعلاقة مع الدين الدين بداية الدين كما يقول إمام علي عليه السلام أول الدين معرفته بدون معرفة الله لا في لا فقه ولا عبادة ولا صلاة ولا أحكام ولا شيء ما بيحدد من الإسلام ما بيلتزم بكل تعاليم الله عز وجل إذا لم يعرف الله حق معرفته ولم يثبت الإيمان بوجود الله في قلبه ويتملك من كيانه ومن قلبه ومن فكره ومن عقله فإذا أولا العقيدة سواء في مشكلتنا في مسألة الأفلام القذرة أو مشكلتنا في تربية أولادنا أو مشكلتنا في الحلال والحرام أو مشكلتنا في المال أو كل المشاكل التي تحيط بنا سوف تنتهي إذا وصل الإنسان إلى القناعة الحاسمة التي أجراها من عقله المؤمن بالله عز وجل إلى قلبه المطمئن بوجود الله هذه مسألة مهمة إبراهيم عليه السلام عندما قال لربه ربي أرني كيف تحيي الموتى شوفوا كان نبيا وعظيما وإبراهيم عليه السلام تقريبا من أكثر الأنبياء ذكرا في القرآن الكريم وقد دل الله عليه وعلى صفاته ومدحه كثيرا في كتابه ومع ذلك وقف بين الله قال له ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن يعني سأل سؤال أنه ممكن أي حدا يسمع إبراهيم قد يقول إن إبراهيم ليس مؤمنا إن إبراهيم يشك في وجود الله إن إبراهيم يعصي الله تمام ولكن الله سأل إبراهيم ليبين للناس أولم تؤمن يا إبراهيم قال بلى ولكن ليطمئن قلبي شوفوا حتى نبي بعده مش مسألة إيمان وعدم إيمان لا هون إبراهيم سأل الله كيف تحيي الموتى هو مؤمن بالمفهوم مؤمن بأن الله يحيي الموتى مؤمن بوجود الله ولكن يريد أن يرى الآلية آلية إحياء الموتى كيف لأنه هو كان في عنده اضطراب عم يفكر كيف الله بيحيي الموتى صار في عنده مثل احتمالات تكهنات أنه لا بيحييهم بالطريقة الفلانية لا بالطريقة الفلانية لا بكذا إذن كان عنده اضطراب في هذا المنحة وهو منحة أنه يريد أن يرى كيف يحيي الله الموتى بزماننا نحن السؤال عن كيف ما الذي يجيب عن سؤال كيف سؤال من ولماذا يجيب عنه الدين والفلسفة من خلق الكون من فعل كذا هذا الدين والفلسفة لماذا خلق الله الإنسان لماذا خلق الله الكون لماذا لماذا يجيب عنه الدين والفلسفة أما سؤال أما سؤال كيف فيجيب عنه العلم وهذا العلم الذي يجب أن يشتغل الإنسان في تحصيله في إثباته في البحث عن العلال من خلال العلم العلال الموجبة وليس الغائية مثل ما حكينا فإذن كيف خلق الله الكون هذا سؤال علمي يجب على الإنسان أن يبحث عنه الله عز وجل يقول قل سيروا في الأرض وانظروا كيف بدأ الله الخلق كيف ليه أنتوا انظروا أنتوا سيروا في الأرض أنتوا تعلموا أنتوا راقبوا أنتوا ادرسوا أنتوا اختبروا أنتوا جربوا إلى أن تصلوا إلى هذه النتائج كيف هاي كيف تحتاج إلى تفكر تحتاج إلى فكر تحتاج إلى نظر تحتاج إلى علم أكل حال هذه المقدمة الأولى لمسألة العلاج العلاقة مع الله في كل شيء هي علاج كل شيء العلاقة مع الله ثانيا أريد أن أقول أن الله تعالى كرم الإنسان كرم وجهه كرم عيناه خلقه في أحسن تقويم وضع له فطرة نقية سليمة طاهرة وحباه قلبا فارغا إلا من عبادته فهل يجوز للإنسان أن يلوث عقله وقلبه وعينيه وهذا الوجه المكرم الذي يسجد لله والذي يوضعه الإنسان للطهارة ويعتبر هو مقدمة الإنسان وهو واجهة الإنسان لذلك مثلا علي عليه السلام كان يقولون له كرم الله وجهه لأنه لم يسجد لصنم وفي بعض العلال يقول لأنه لم ينظر إلى عورة أبدا لذلك يقال كرم الله وجهه هذا الإنسان الذي يشاهد هذه القاذورات هو في الواقع يعني يتفحص عورات الناس بالعمق القبيح والقميء ويكون ذليلا لشهواته ولملذاته ومنجرفا خلف ما حرم الله تعالى كيف وقد كرم الله لك وجهك وعينيك وأعزك ورفعك وعظمك وقربك وجعلك ما قلنا في المحاضرة الأولى وجعل عقلك وجعل وجودك أعظم من وجود هذا الكون بأسره لماذا تذل نفسك وتذهب إلى هذه القاذورات بنفسك بناصيتك التي تسجد بها إلى الله وبعينيك اللتاني كرمهما الله تعالى لماذا يجلس هذا الشخص المسكين الفقير الذليل لشهواته يجلس في غرفته كالأرنب الضعيف الخائف يطفئ على نفسه ليشاهد رجولة الآخرين بدل أن يذهب هو الرجل صاحب الكرامة ليمارس هو رجولته بالحلال وفي العلاقة وكما أراد الله عز وجل له إنما لا يجلس في غرفته كالأرنب الضعيف يعني مواصفات سيئة واقعا تنطبق على الشخص الذي يشاهد هذه الأمور ليس من شيء من الإنسان الطاهر ليس من شيء من الإنسان النقي ليس من شيء من الإنسان الذي لديه كرامة ليس من شيء من الإنسان لديه عزة ونقاء وشرف أن يجلس ليتفحص عورات الآخرين وليشاهد ما قبحه الله تعالى لذلك كل من يشاهد هذه الأمور فليعاهد نفسه وليعاهد إمام زمانه وليعاهد الله تعالى على أن لن يعود إلى مثلها على أن لن يغمس ويدنس نفسه الطاهرة وفطرته النقية التي حباه الله تعالى له ليشاهد لينغمس في هذه الملذات وليذهب إلى غسل التوبة من اليوم يعاهد الله ويذهب ويغتسل غسل التوبة ولتغسل هذه القاذورات ولتذهب إلى مكانها الحقيقي مع هذا الغسل ومع هذا الاغتسال هذا أولاً عاهد نفسك وإمامك وإلهك أنك لن تعود إلى هذه الأمور أبداً وثانياً اذهب الآن إلى أجهزتك كلها الهاتف والموبايل والكمبيوتر وامسح عنه كل ما من شأنه أن يرجعك إلى هذا الذل امسح عنه كل شيء بكل حزم وقوة وصبر وعزيمة امسح كل شيء عن هاتفك الهيستوري البرامج الممكن مثلاً تؤدي بك إلى أن تذهب إلى الحرام لأنه ليش شو المشكلة المشكلة أنه الإنسان إذا عاهد نفسه هناك خطوات لأنه أنا قلت لكم أنه الإدمان على مشاهدة هذه الأشياء هو أسوأ وأخطر من الإدمان على الكوكاين والهيروين والمخدرات والحشيش لهذه الدرجة يقول علماء ذلك لذلك الخروج والإقلاع عن الإدمان عن هذه الأمور هو أمر ليس بالسهل قد يسقط الإنسان قد يفشل الإنسان في بداياته يجب أن لا ييأس ويجب أن يقفل على نفسه كل الأبواب التي تؤدي به إلى أن يشاهد لأنه مثلاً أنا لو فرضنا هذا الشخص حذف كل شيء وعاهد الله ولن يعود إليه ولكن أثناء هو عم يقلب بالهاتف سواء كان بالفيسبوك أو يمكن الفيسبوك يعني طاهر اليوم يعتبر شريف الفيسبوك أمام التكتوك أو الإنستجرام أو غيره فيحذف هذه الأبواب التي تؤدي به إلى الإنجراف تؤدي إلى تعطيه سبارك تعرفش أنه سبارك بيصير فيه وصل بين ذهنه وبين المواد الإباحية أنه بس يشوف تعري بس يشوف يعني مناظر مثيرة لازم يكمل هذه الإثارة وين بالمقاطع الإباحية لذلك يقول العلماء علماء النفس أنه كل ما من شأنه أن يؤدي إلى تلازم بين ما يراه وبين شهوته لهذه القاذورات يجب أن يحذفه يجب أن يلغيه يجب أن ينهيه من كل الأجهزة التي هذا في سبيل الله كرمى لله حبا لله تعلقا بالله كرامة للإنسان عزة للإنسان يجب عليه أن يستغني عن وهو قادر على ذلك في يوم من الأيام كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينتظر المقاتلين المجاهدين الأشاوس قادمين من ساحات الجهاد وصلوا إليه صلى الله عليه وآله وبدأوا يسلمون عليه واحدا تلو الآخر وهو يستقبلهم بوجهه العطوف والمبتسم وصدره الحنون عليهم ولكن كان يقول لهم عبارة يقول لهم أهلا بقوم عادوا من الجهاد الأصغر وبقي عليهم الجهاد الأكبر شوفوا تخيلوا مع هذا المشهد إنسان غائب عن بيته وعن وطنه وعن أسرته أياما وأسابيعا وربما شهورا وقد أثخن بالجراح وقد امتلأ بالآلام وقد عاش فترة من العطش والجوع والخوف والجهد والتعب والعرق وقل في الطعام وقل في الشراب وأحتمال موته في أي لحظة تخيلوا هذا المشهد واحد عايش بالصحراء تارك أهله ممكن يموت ممكن ما يرجع لعندهم ممكن ما يشوفهم وفي أقصى وأصعب الحالات التي يمكن أن يمر فيها الإنسان وهي حالة القتال والجهاد في سبيل الله يعود هذا الشخص إلى رسول الله فيقول له أهلا بقوم أنه الجهاد الأصغر وبقي عليهم جهاد أكبر هذا راجع عمجر أذيال من التعب والجوع والعطش والجراح والشوق لعائلتي فيسمع رسول الله يقول لسه في جهاد أكبر لسه في جهاد أكبر من هذا لسه في جهاد أصعب من هذا لسه في آلام أكثر من هاي نعم إنه جهاد النفس إنه أصعب من الجهاد أنت هناك بتعرف عدوك في عدو مشخص خارجي أنت عم تقاتله بينما هون بجهاد النفس أنت عم تقاتل نفسك يعني هي المتآمرة عليك وأنت اللي بدك تهزمها شوفوا تخيلوا المعادلة تخيل حالك عم تلعب شطرنج مع نفسك أنت الخصم الأول وأنت الخصم الثاني يعني أنت هون عم تفكر لحتى تلعب الحركة وبالتلت بترف وبتععد بالجنب الثاني لتلعب بدال الخصم فأنت بتعرف شو عم يفكر خصمك لأنه أنت خصمك شوفتوا قدية صعبة المعركة أنت وعم تلعب شطرنج مين لحيفوز لح تقدر تفوز على نفسك صعبة جدا ليه؟ لأنه ما أنت اللي عم تفكر هون وأنت عم تفكر هني أنت خصم نفسك لذلك سماه جهاد جهاد واقعا أنه بده حفر وبده شو اسمه؟ دشم وبده سلاح وبده مراقبة وبده ذكاء وبده كأنك بمعركة حقيقية مع نفسك ومع الشيطان أي سهو تسهى ولو قليلا دخل العدو إلى ديارك تسلل إليك وقضى عليك مع الأفلام الإباحية هي جهاد هي معركة حقيقية يا بتطلع منتصر منها يا أما بتخسروا وتفشل طبعا أنا هذا الكلام عم أقوله للكل بكرة بس يسمعوا أولادكم وأعزائكم ونسمعوا كلنا وأي حدا بيسمعوا حيستفيد منه مش ضروري يكون موجه لجنابكم الكريم النقي الشريف أكيد قطعا يعني وأنا متأكد أنه يعني أنتم أعز وأعظم وأجل من هذا الكلام لكن هذا كلام عام يجب علي أن أقدمه فإذن اعزم عض على ناجي ذيك لأنه عن جد بدا جهاد بدا صبر بدا قوة أعر الله جمجمتك تد في الأرض قدمك كما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه ولا تدع لإبليس ولجنوده وأحد أهم جنوده هو هذا الأمر منفذ إلى قلبك لأن قلبك هو ساحة قتال بين جنود الرحمن وجنود الشيطان الله أعطاك جنود أعطاك العقل أعطاك الفطرة أعطاك الصبر أعطاك الإيمان أعطاك كثير من الأشياء لتكون سلاحا في وجه جنود الشيطان الذي يفتح عليك الشهوات والملذات والنساء وإذا كانت إمرأة الرجال وإلى آخرهم الأمر التالي ضع أبليكيشن يمنعك من الدخول مثل ما حكينا مبارع عن الوقاية بالنسبة للولد أنت عمال أبليكيشن إذا كنت أنت مبتلى ضع أبليكيشن يمنعك من الدخول سواء كنت شاباً أو أباً أو أماً أو أختاً أو أخاً أو شو ما كان ضع أنت لنفسك أنت اليوم المسؤول أنت الأدولت مثل ما أنت مسؤول عن ابنك الصغير أنت مسؤول عن نفسك نفسك هي طفل صغير يحتاج إلى تربية وتعليم وضبط وصبر وقسوة أحياناً فإذا نضع أبليكيشن يمنعك من الدخول لا تحسن الظن بنفسك نفسنا أمارة بالسوء كمان إلنا ابتعل عن كل ما من شأنه أن يعيد ذاكرتك إلى ما يربطها توقف عن العادة السرية إذا كنت شاباً تزوج بسرعة ادخل إلى هذا مثل ما بيسموه القفص الذهبي فعلاً هو قفص ذهبي أنا أسميه قفص العفة قفص النقاء إذا عرفنا كيف أولاً نختار الشريك الصحيح يعني كنت في عنوان كنت عم أكتب هيك يعني مقدمة لكتاب عن مسألة الزوال فكنت عم أكتب أول أول مقدمة أيها الرجل تعلم كيف تختار أنثاك وأيتها الأنثى تعلمي كيف تختارين رجولك لأنه فعلاً هذه المسألة مهمة جداً وهي بداية الطريق لأنه نتلافى الطلاق بعدين والفراق والخلاف والمشاكل وإلى آخر إذن الزواج المبكر المدروس الصحيح أمر جداً مهم بس لازم يكون مدروس وصحيح ويكون ناتج عن علم مش ناتج عن إعجاب وعن شهوة وعن هالأدوات الضعيفة هاي اللي عم نشوفها حالياً للأسف خل إذا إنسان متزوج فليبدأ بتنظيم وتطوير العلاقة مع زوجته والزوجة تبدأ بتقدم العلاقة مع زوجها هذا أمر جداً محب أن يسود تسود بينهم علاقة الحب والاحترام والإعجاب اليوم كنت عم أحكي مع شخص عمره سبعين سنة واقع عني أخوان شوفوا تجربته موجود بأمريكا كان يعني في علاقة بينه وبينه بالشام وأصبح اليوم موجود في أمريكا هذا الرجل إنتما ما حكيت معه بتلاقي ضحكته التفاؤل السعادة المرح بيحب يروح بيحب يسافر بيحب يعمل بيحب أشياء كتير فعم يقول لي دائماً قال لي أنا مين ما سألني أنه أنت كيف بعد سبعين سنة صار لك أربعين سنة متزوج شو علاقتك مع زوجتك فبيقول لهم والله العظيم بعدني عريس تعرفش يعني عريس بعدني عريس أربعين سنة وبعدني أنا عايش كأني عريس شوفوا وفعلاً عم يقولها هيك لأنه أنا بشوف علاقته مع زوجته شوف لما بيطلعوا سوا بيبعتلي فيديو بيبعتلي بيغض النظر هو يعني هو بمقام والدي فبيبعتلي فيديو كيف قاعد هو وزوجته كيف بيحاكيه كلام حلو كيف هي بتحاكيه كلام حلو يعني هو وياها أصدقاء أحباء عايش رومانسية عايش علاقة حب مع زوجته مع حليلته وهذا أحد السدود في وجه إبليس وفي وجه الشيطان وفي وجه الشهوات إنه الإنسان يعيش علاقة حب حقيقية مع زوجته والزوجة تعيش علاقة حب حقيقية مع زوجته قلنا الخطوة التالية هي حذف كل شيء كل شيء يجب أن يحذف كل شيء من عن هاتفك كل شيء يذكرك بهذا الخبيث اللعين في قاعدة علمية تقول أنه خلال تسعين يوم بدك تسعين يوم إذا ما شهدت ولا مرة مقاطع إباحية اعتبر نفسك خلصت من هالمصيبة بدك تسعين يوم بدك تلاتة شهور بدك ثلاثة شهور علميا لحتى ينضف تنضف الجملة العصبية تنضف الذاكرة تنضف ينضف الدماغ من هذه القاذورات ثلاثة شهور تسعين يوم إذا قدرت تصبر تسعين يوم عملها ميل ستونز يعني تسعين يوم ابدأ من أول يوم وعدهم خطوة خطوة ويوم يوم إلى أن إن شاء الله بعونه وإيمانك وصبرك وتحديك وعزيمتك وإرادتك إن شاء الله تصل إلى تسعين يوم وأكثر شو المشكلة متى ما الإنسان جاوز تسعين يوم طبعا خلال تسعين يوم ممكن يغلط وممكن يوقع وممكن يضعف لتلكم الإدمان عليها ما أنه سهل ممكن يضعف وممكن يفشل ممكن يروح يشاهد ما في مشكلة استمر رد رجع رجع المؤشر وبدأ من أول كأنك بدأت من أول يوم لا تستسلم لا تفكر إنه الفشل انتهى كل شيء لا مو مشكلة فشال وقع رد فز وقف على رجليك ورد قاوم وقاتل وصبور وجاهد حتى توصل إلى النتيجة النهائية اشغل اشغل نفسك بالرياضة بالتعلم بأنه لازم يدائما ضل مشغول الإنسان متى ما صار في عنده فراغ الفراغ قاتل الإنسان الفراغ هو الذي يؤدي به إلى كل المعاصي ويفتح عليه كل الأبواب بالأسف تعلم لغة جديدة تعلم أشياء جديدة اقرأ نحن في عنا ملايين الساعات على اليوتيوب من الفيديوهات المفيدة والممتازة والتي تعطي الإنسان مهارات في أشياء كثيرة جدا يا أخي تعلم الطبخ يعني هذا يسهل عليك الحياة يعني تعلم الطبخ بس ما يزداد الوزن هاي مشكلة يعني صراحة تخيلوا أنه هذا الموضوع مرتبط بذهن الإنسان وبعقل الإنسان بشكل حثيث جدا بحيث فلنفترض أنه أنت اليوم عملت كل اللي أنا قلتلك عليه الأشياء يلي بتعملك لسبارك لتاخدك لهالأماكن لتفتح مبقى مثل اللي بيدخن أنه بيمسك صار عنده عادي بيمسك السيجارة بيشغلها وبيصير بيدخنها صحيح؟ هكذا مثل معتاد أنه بس يعود بالمكان لازم يطالع ويدخن صحيح؟ نفس الشي بيصير بهالإنسان بس يدخل على غرفة النوم أو يدخل على الغرفة اللي هو عادة بيشاهد فيها هذه الأمور بيصير بيهجم عليه شو؟ شبح الإدمان لذلك أول النصائح في هذا الأمر أنه الإنسان يغير الغرفة إذا كنت تنام بغرفة معينة إذا قادر طبعا إذا الإنسان قادر أنه يغير غرفته نهائيا ويغير تاخته ويغير كل شي يغيرها حيلاحظ أنه خف كتير يعني الربط بين دخوله للغرفة وهجوم شبح هذه الأفلام الإباحية عليه طيب ما أنك قادر تغير الغرفة مو مشكلة غير اتجاه التخت الغرفة اللي أنت فيها وهي نصائح مهمة ما تستسهلوا فيها هاي نصائح جداً مهمة غير ديكور الغرفة تماماً دهنة دهان جديد دهن الغرفة بلون جديد غير ديكورة غير اتجاهها غير شو اسمه الجلائل برادي تبعها غير الأغطية غير أغطية المخدات أعمل تغيير شامل في هذه الغرفة بحيث أنه خلص ما عادت تتذكره غير لابتوبك ما انظر لابتوبك بس تفتحه إذا كنت عم تشارع اللابتوب كمان بيعمل لك سبارك وبيعمل لك ربط أنا طبعاً هذا الكلام ما عم جيبه من عندي هذا الكلام ما عم جيبه وفق دراسات من جامعات ومن مؤسسات ومن علماء مرموقين جداً يعني الإنسان لما بيحاول يسكر كل الأبواب يلي بتذكره وبترجع له ذاكرته لهذا الأمر هو أمر مهم جداً حكينا مبارح أنه ممكن حتى توصل لمرحلة إذا حاسس هذا الموضوع بفيدك أنه تنزل ببعض لبعض الأصدقاء أو لزوجتك بس يا أخي نمو الأصدقاء لزوجتك مثلاً أو إذا زوجي لزوجها أو إذا شاب لأبو أو إلى آخري أو إنت كأب إذا إذا لسمح الله كان ممكن يوصل نوتيفيكيشن لأبنك أو لبنتك أنك أنت عم تشاهد هذه الأشياء هل تجرؤ على مشاهدتها فكيف بالله عز وجل الذي يراك والله عز وجل كما يقولون يقول تقول الرواية أن الله يفرح بعودة عبده إليه كما يفرح الرجل إذا عادت إليه ضالته شخص فقد ناقة وحزن طبعاً الفرح مقابل الحزن فإذا كما يفرح الله أنا هيك هأفترض مثل ما أنه الله عز وجل بيفرح بعودة الإنسان وعبده إليه فهو يحزن إذا أضاع عبده هو يحزن إذا رأت تجلس وتتبع شهواتك وقد يعني لم تحترم حرمة الله ونظر الله إليك وحدود الله تعالى ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه الأمر أيضاً المتقدم هو أن تتحدث مع متخصص في هذه الأمور إذا كان في أنت عندك مشكلة يا أخي أنت بتخجل من الشيخ بتخجل من الناس أحكي مع متخصص أجنبي لا بيعرفك ولا بتعرفه وفي يعني أو أنه في خصوصية في احترام الخصوصية أحكي معه أحكي مع متخصص مهم جداً تحكي معه تقول له أنا بدي اترك هالشغلة هلا إلا إذا هو بقى من الناس اللي بيشجع على أنه تعمل هالأشياء هاي مسألة مهمة كمان لا بدنا نحكي مع متخصص نكون عارفين واثقين فيه عنده خلفية دينية عنده خلفية إسلامية مش أي متخصص صراحة حكي معه متخصص بيفيدك بيعطيك شيء لإلك أنت لوضعك أنت لخصوصيتك أنت هذا شيء مهم البوح لإنسان ابتثق فيه وبتعرفه ابتثق بعلمه ابتثق بأنه ما حيفضحك ابتثق بأمانته هو أمر جدا مهم أخيرا المختص الأعظم والطبيب الأقرب إليك هو الله جل جلال نحن لازم نعود أنفسنا أيها الأحباء أيها الأعزاء على أن يكون الله تعالى جليسنا على أن نبث همنا وغمنا وشكوانا إلى الله فليتوجه الإنسان إلى الله تعالى ويبثه همه ويسأله أن يعينه على نفسه أن يعينه على شهواته أن يعينه على غرائزه يتوجه الإنسان إلى الله عز وجل الله هو الطبيب الشفيق القادر على علاجك القادر على أن يضبط نفسك القادر على أن يخفي ويسترك ولا يفضحك القادر على إعطاء قوة معنوية وروحية تثبتك على ما أخذته من قرار وتثبتك على طريق الحق والصواب والكرامة والعزة والشرف القوة الإلهية استعن بقوة الله استعن بقدرة الله استعن بعطف الله برحمة الله هذا أمر مهم ما في إنسان توجه إلى الله بقلب حقيقي وبعلاقة نقية وبمعرفة لله عز وجل ولنفسه إلا ومد الله تعالى له يده ويد العون الله عز وجل يقول وإذا سألك عبادي عني يا محمد صلى الله عليه وآله إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان مجرد أنك أنت بس تتوجه إلى الله في قلبك وفي وفي عقلك وبلسانك وبيديك وتظهر حاجتك وفقرك وذلك وفاقتك بين يديه وحاجتك إليه فإنك سوف تستشعر المدد الإلهي مهما كان الإنسان عاصيا مهما كان الإنسان بعيدا عن الله عز وجل عندما يتوجه إليه بصدق النية وبالتذلل وبالعبودية فحاشى لله أن يرد قلبا توسل إليه واستشفع إلى مكانته وعظمته والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى